السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 17 تشرين الثاني نوفمبر بما أن اليوم توقعتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع طبعا القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح يظل في برج الجدي حتى الساعة 11 و27 دقيقة من ظهر يوم السب لا ينتقل القمر بعديها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي فعملت اليوم منصبح في هاي الفترة أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ندرك أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة بالنسبة لألنا بعضنا ممكن يشتكي أو يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وبرضو نحاول قدر الإمكان أنه ما نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 16 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الخميس على الجمعة أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميرنا للفوضى والتقلب وبرضو بيكون فيه عندنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين بدون ما أننا نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون بدايتها يعني بدأت هي يوم 10-11 مستمرة ليوم 24-11 ذروتها اليوم الساعة 8 و 35 دقيقة صباحا بتخلي عندنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا كما أنها بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ما برضو ممكن أن ننحقق إنجازات علمية أو عملية تدفعنا للإثارة ولكنها ممكن أن تساعدنا على الكفاح من أجل مثل أعلى وهذا مناسب للشعور بالإطمئناني النفسية والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون هذه الزاوية بدأت تأثيراتها يوم 10-11 ومستمرة ليوم 24-11 برضو ذروتها اليوم الساعة 2 و 51 دقيقة عصرا بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام والمواهب الفنية والميل للأحلام وقوة الحدث كما أنها بتجعلنا نشعر بالطمئنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 7 و 50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن كفحوصات أو علاجات أو عمليات صغرى ما في أي مشكلة الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم طبعا بما أن الجلد والشعر عندنا أكثر حساسية يعني عمليات جراحية ما لها أعراض جانبية أو أثار جانبية ما في أي مشكلة أنك تعملها ولكن شيء ممكن يأثر عليك بشكل سلبي إن فشل لا سمح الله ما بنصح فيه بالنسبة لعمليات التجميل الحقن والجراحة زي ما ذكرنا العمليات الجراحية ذكرنا بالنسبة لإزالة الشعر الزائد طبعا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والحنة ولا يصلح للصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة 28 دقيقة من صباح يوم الغد السبت وبيبدأ الساعة 28 زي ما حكينا وبيستمر لغاية الساعة 11 و27 دقيقة ظهرا لا يستقر القمر بعديها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر أربع أيام القمر الهلال أربع أيام في تمام الساعة 8 و14 دقيقة صباحا بصير خمس أيام نسبة الإضاءة 23% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحس الآن بنسبة 50% في ساعات العصر بتصير منتحس بنسبة 40% القمر في الجدي حتى يوم 18-11 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 70% عطارد في القوس حتى يوم 21-12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدؤوا من روعكم حاولونكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما بعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بعضكم ممكن يذهب اليوم في رحلة أو يروج العمل أو يمارس هواية أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها بيكون فيه نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن لا تنسوا القمر موجود مقابلكم ورغم هيك بوسعكم اليوم إتمام خطبة أو زواج أو مصالحة أو توقيع عقد تجاري هذه فترة رغم أنه في إيجابيات إلا أنه سلبياتها إنها ضاغطة وما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذائكم راحتكم تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم حذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة حاول أنك تصحح الأخطاء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعزز العلاقة مع أخ أو جار طبعا اليوم بتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدرتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء تبادروا اليوم لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور تشتد عزيمتك ترتفع المعنويات تستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وترتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر لأنها هاي فترة سلبية مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر